إذا المشاهدين الكرام ننتقل بكم إلى موضوع التطبيع الرسمي بين الكيان الصهيوني والبحرين والإمارات وينضم في هذا الموضوع عبر الهاتف من مدينة اسطنبول الصحفي الفلسطيني الأستاذ عز الدين إبراهيم أستاذ عز الدين مرحبا بكم أستاذ عز الدين برعاية أمريكية تطبيع رسمي بين الكيان الصهيوني والبحرين والإمارات بداية كيف يمكن قراءة هذه الخطوة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية يعني بداية هذه نستطيع نسميها اتفاقية انتخابية وليس اتفاقية تلاوية تطبيع علاقات باختصار الإمارات وما اللثة التي فيها هي مجرد أدوات أو تحولت مجرد أدوات انتخابية في المعركة الانتخابية التي يخذها الرئيس الأمريكي ترامب والذي أظهرت آخر التطلاعات أن جو بايدن يتفوق عليه في آخر التطلاعات ونيتنيا هو الذي يستعد الانتخابات جديدة والمحاصر أصلا بقضايا الفساد ومصيره السياسي مرهون بما يمكن أن يقدمه الجمهور الإسرائيلي فبالتالي نحن أمام اتفاق يمثل طاقة فرج انصح التعبير لرئيس الأمريكي دولارد ترامب ولرئيس الكائن الصهيوني ميتنياهو هذا الاتفاق لن يعود بأي خير على الأمة العربية والإسلامية يوظن عنه أنه طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني طالما اهتم بقضايا العرب والمسلمين طالما كان يوازن ما بين أو يساوي ما بين قضياته وقضية العرب والمسلمين ولا فيما في أحداث الربيع العرب الأخيرة لكن للأسف كانت النتيجة من قوى الثورة المضادة ومسافل بالإمارات ومن لفتها جاء أن تأمرت على هذا الشعب من خلال هذا الاتفاق يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك خير سيعود على هذه الأمة باستثناء أن هذا الاتفاق يعري هذه الأنظمة ويكشف فرص التوت الأخيرة تتقفى بها من أنها تدافع عن الشعب الفلسطيني وعن القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية نعم مشاهدين الكرام نود أن ننوه إلى أننا انتقلنا بكم من الأخبار العراقية في جولة العراق اليوم إلى الأخبار العربية وهي القضية المهمة قضية التطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني أستاذ عز الدين صحيفة لبراسيون الفرنسية تقول في موضوع اتفاقية التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب بشكل حصري لن تضمن الحماية من تهديدات إيران إذن لماذا هذه الهرولة العربية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني كما قلت لك سيدي الذي وضع شروط هذه الاتفاقية هو أنتنياهو ودرام نتنياهو ودرامب آخر ما يسنع عنه هو الأمن القومي العربي إذا كان الإيرانيين صادقون في شيء فهم صادقون بأن هذه التطبيع لن تحمي دول خليج من إيران وإلا لكانت حمتها الوئة المتحدة نفسها الوئة المتحدة التي تمتلك الأساطين العسكرية التي تحمي البحار يعني لم تستطيع أن تؤمن الحماية لهذه الدول وتحديد الإمارات التي عندما حاول أن تتجاوز الخصوط الحمراء فيما يتعلق بدورها في اليمن تلقت رسالة إيرانية شديدة اللهجة فتراجعت عدة خطوات إلى الوراء وسوت أمورها مع الإيرانيين وتركت السعودية لوحدها يتواجه مصيرها وبالتالي هذه الاتفاقية لن تؤمن الحماية لا للإمارات ولا لدول خليج مجتمعة هذه الاتفاقية هي كما سلبتها طاقة الفترج ويد مساعدة لترامب ونيتنياوه في معاركهم الداخلية لترامب بحاجة لأن يقدم أي شيء للجمهور الأمريكي على أنه حققه في الفترة الأخيرة يريد أن يرضي الزوب اليهود في الولايات المتحدة ونيتنياوه كذلك الذي يحافظ بملفت فساد ومصير سياسي على المحك بحاجة لأن يقدم للجمهور الإسرائيل لأي إنجاز وبالتالي هذه الاتفاقية لن تقدم شيء للحقوق الفلسطينية بالطبع ولن تحمي دول الخليج من أي تهديد سواء كان إيراني أو غيره ولكن أستاذ عز الدين وزير الخارجية الإماراتي يقول في تصريح الله أن الهدف من معاهدات السلام هو العمل من أجل استقرار المنطقة وأيضا يقول كل خيار غير السلام سيعني الدمار والفقر والمعاناة الإنسانية كيف يمكن الرد على هذا التصريح؟ الحفاظ على استقرار المنطقة لا يتم من خلال تمكين الكائن الصحيوني بمناطق نفوذ جديدة الكائن الصحيوني هو أصل الشرور في المنطقة نعم نختلف مع إيران ولدينا مشاكل كبيرة مع إيران لكن لا يمكن مقارنة إيران بالخبر الصحيوني الاحتلال والكائن الصحيوني هو أصل الشرور في المنطقة لن يتحقق السلام ولن يتحقق الاستقرار في المنطقة بتمكين هذا الاحتلال بالمزيد من مناطق النفوذ الإمارات تقذب على نفسها عندما تقول أنها تحاول أن تجلب السلام لو كانت إمارات حديثة على ذلك لما شاركت في الحرب المدمرة من اليمن ولما فعلت الأفعيل في عدة الدول العربية وشاركت في هدمها وشم ثورات مضادة على خيارات الشعوب التي خرجت من أجله في كل من سوريا ومنصر وغيرها من البلاد وبالتالي هذه أجزوبة لا يمكن أن تنطل على أي أحد من الشعوب العربية طيب أستاذ عز الدين في تصريح لنتنياهو وترامب قالا أن هناك المزيد من الدول في المنطقة يعني ربما ستنضم إلى قائمة الدول المطبعة مع الكائن الصحيوني هل سنشهد في الأيام المقبلة وربما الأسابيع تحالفات عسكرية تقودها تل أبي في المنطقة؟ للأساب يعني هذا ربما يكون صحيح لأننا نحن نسنا حاليا نسنا أمام التققية كلام بقدر ما هو تشكيل ناتو عربي جديد لقياة الاحتلال الصحيوني الإدارة الأمريكية ومن خلفها دولة الاحتلال تفع لتشكيل هذا الحلف والمؤشرات واضحة يعني لا لن نستغرب يعني كما لم نستغرب من دخول الإمارات والبخرين لن نستغرب أيضا من دخول دول كبيرة وربما محورية عن فاحة تعبير في اتفاقيات جديدة لأن ببساطة هذه الدول تفتقد الإدارة أو تفتقد الإرادة الحقيقية هي مجرد أدوات تنفذ ما يطلبه ترام نعلم جميعا كيف أن ترام وعلى الهواء مباشرة كان يتفاخر أمام جمهور الانتخاب بأنه فقط يطلب الدفع والأموامن هذه الدولة أو تلك فتنفذ أوامره فهذه الدول فاقدة للإرادة فاقدة للتنفيذ الشعبي وبالتالي هي مجرد أدوات تنفذ ما يخطط له نتنياهو ويستخدم ترام لتنفيذه أستاذ عز الدين رئيس الوزراء الصهيوني يقول السلام الذي نشده ليس فقط بين القادة بل بين شعوب إسرائيل والإمارات هل تشعر أن هناك فجوة ربما حصلت بين القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي من خلال موضوع التطبيع بلا شك هذا صحيح نتنياهو يكذب على نفسه عندما يقول هذا الكلام التطبيع الذي حصل في السنوات الماضية هو التطبيع ما بين أنظمة والاحتلال وخير الدليل على ذلك ما حدث في مصر هو ذلك في المثال الآن في الأردن ومصر التطبيع توقف عند الشعوب وكذلك في الإمارات والبحرين ورأينا على سبيل المثال كيف هب الشعب البحريني أمس وأول أمس سواء على الأرض أو حتى على وسائل التواصل الاستماعي وكذلك الشعب الإماراتي في رغض هذه الاتفاقية الشعب الإماراتي ربما له وضعية خاصة بسبب القفضة الأمنية التي تضرب بها السلطات الإماراتية وتمنع أي تعبير عن الرئيس وبالتالي ربما يكون هناك وضع يختلف لكن في البحرين شاهدنا كيف كان تردت الفعل وكذلك في رفض هذه الاتفاقيات هناك فجرة كبيرة نعم كما قلت ما بين الشعوب العربية وما ينقذتها التطبيع الذي حصل في الماضي والذي حصل الآن والذي سيحصل في المستقبل سيفتقد لأي إرادة أو واثقة شعبية هو تطبيع ما بين قيادات أو ما بين أنظمة وأدوات أنا أصر على كلمة أدوات للأسف تنفذ ما تطلب إدارة أمريكية وينتينيار أستاذ عز الدين إذا ما تحدثنا عن ردود الفعل هناك تهديد من قبل القيادة الفلسطينية بشأن الانسحاب من جامعة الدول العربية في هذا المفصل هل ستضغط هذه الخطوة إن حدثت على الدول العربية لوقف قطار التطبيع مع الاحتلال أم أنها ستقود إلى عزلة فلسطين أكثر عن محيطها العربي يعني النظام العربي الرسمي سيد الكريم هو رهين الآن هو رهين بيد الإمارات ومن لف نفيفها وبالتالي لن نستطيع الحديث عن نظام عربي رسمي أو عن جامعة الدول العربية الانسحاب من الجامعة وإن كان خطوة رمزية لها تأثيرها في المستقبل لكن لن تقدم ولن تؤخر ما دام النظام العربي الرسمي رهين لدولة مثل الإمارات العزلة أصلا مفروضة سيد الكريم منذ تنواد السفير الإمارات أفضل السفير الفلسطيني في الإمارات على هذا المثال هو معزول سياسي ولا يدعى لأي مناسبات قبل أن يغادل الإمارات فبالتالي هذه الدول تمارس نوع من العزل على القيادة الفلسطينية وعلى التعب الفلسطيني بشكل عام لن يتغير شيء لكن تعويننا في الأول والآخر على الشعوب وعلى شعوب هذه الدول التي وين طال الزمان ستنفذت وستغير إن شاء الله من مدينة إسطنبول التركية الصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم ناقشنا معه ضمن جولة العراق اليوم التطبيع الرسمي الذي حدث بين الكيانو الصهيوني من جهة والبحرين والإمارات من جهة أخرى ونوهنا إلى أننا انتقلنا بحضراتكم من جولة العراق اليوم إلى الأخبار العربية وهي القضية المهمة ألا وهي التطبيع بين بعض الدول العربية والكيانو الصهيوني اشتركوا في القناة